السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في قناة الصحة والجمال نلتقي بكم بعد غياب طويل الحمد لله رب العالمين جعنا لبيتنا الأساسي قناة الصحة والجمال النهاردة حكلمكم عن مفاهيم جراحة التجميل المغلوطة بين الناس حنحاول نصلح كتير من المفاهيم دي وفي نفس الوقت حنشرح شوية حاجات عن حاجات اللي هي جراحات التجميل بدون جراحة وإن شاء الله لو الوقت أسعفنا حنتكلم شوية برضو على موضوع التخسيس اللي بدون جراحة أول حاجة نحب نوجه للناس إن موضوع جراحة التجميل موضوع واسع قوي الناس بتفتكر إن جراحات التجميل هي شاملة جراحات التجميل للوجه زي الأنف والأذن الحاجات دي وفقط لا مجال جراحة التجميل ده مجال واسع جدا بيشمل حاجات حوالي 6 أفرع من الجراحات فمثلا في جراحات التجميل اللي الناس كلها عارفها زي جراحة التجميل الأنف الأذن اللي هي إرجاع الأذن البارزة جراحات التجميل لزراعة الشعر جراحات التجميل لجفون العين وهكذا فيه كمان حاجات لمنطقة الصدر زي التسدي عند الرجال أو تقليل الصدر التراهل الصدر عند السيدات أو تجميل الصدر عند السيدات فيه حاجات زي شفط الدهون أو نحط القوام أو شد تراهلات الجسم كل دي حاجات تجميلية هي جزء واحد من جراحات التجميل طب إيه هي الأجزاء البقية جراحات التجميل مجال بتاعها يشمل الجراحات الإصلاحية زي إيه؟ زي مثلا حالات العيوب الجنينية يعني ولدت ولد مثلا بشفجة أرنبية أو شقف سقف الحل كل الحاجات دي دخلت ضمن جراحات التجميل أو نتيجة للإصابات الحروق مثلا أو إصابات الكسور في اليد أو الوجه إصابات التعوير مثلا اللي هي خدش في الجلد أو ما زلك كل دي دخلت ضمن جراحات التجميل في مجال تاني برضو الناس ما بتاخدش بالها منه وهو جراحات اليد جراحات اليد من ضمن مجالات جراحات التجميل يعني مثلا الكسور اللي بتحصل في عظام اليد دي ضمن جراحات التجميل ماينفعش دكتور العظام هو اللي يصلحها دكتور جراحة التجميل هو المفروض هو اللي يصلحها لأنه ليه قدرة على إرجاع العظم في الإنسيابية بتاعته مع الحفاظ على الأوعية الدمارية والأعصاب والعضلات اللي موجودة في اليد بطريقة كويسة كمان المشاكل الجنينية اللي بتبقى مولو الأطفال بتولدوا بيها في زي الالتصاق الصوابع أو الأصابع النقصة كل دي ضمن جراحات التجميل اللي بتشتغل على جراحات اليد من ضمن المجال برضو بتاع جراحة التجميل الجراحات الميكروسكوبية جراحات الميكروسكوبية زي مثلا إصابات الأطراف اللي لقدر الله حد أصيبها في حدثة مثلا وصبعه اتقطع ارجع الصبع أو إعادة زرع الصبع أو الزراع لمكانه بزرع الأوعية الدمارية والأعصاب والعضلات دايا من ضمن جراحات التجميل برضو في مجال تاني وهو عظام الوجه والفكين في ناس كتير بتفتكر أن الدكتور الأسنان هو المختص بجراحات الوجه والفكين لا هو دكتور جراحة التجميل هو المختص بجراحات الوجه والفكين فمثلا عظام الوجه لو فيك صور في العظام الوجه مين أقدر واحد يقدر يصلحها هو دكتور جراحات التجميل وبرضو الحاجات العيوب الجنينية نتيجة مثلا بروز عظام الوجه أو فيه ضمور في عظام المحجل العين كل الحاجات ديا دكتور جراحة التجميل هو القادر على إصلاحها آخر مجال من مجالاتنا وهو مجال الحروق الحروق ديا تنقسم من الجزئين الحروق الحديثة يعني لو واحد تلسع أو اتكبت عليه مياه سخنة أو شربة أو كلام من ده لازم يروح للدكتور تجميل ما ينفعش يروح للدكتور جلدية لأنه هو اللي قادر أنه هو يديله العلاجات المزبوطة أو يعمله العمليات الترقيعة المزبوطة عشان ما تسيبش أثر قد ما يمكن طبعا فيه حالات بتبقى الحروق عميقة شوية فلازم حتسيب أثر لكن لغاية ما نوصل لمرحلة أن الحروق ديا ما تسيبش أثر لازم دكتور تجميل هو اللي يتعامل معها تيجي بعد كده مرحلة اللي هي الحروق الأديمة أو الندبات نتيجة للحروق دي لازم برضو دكتور جراحة التجميل هو اللي بيشتغل فيها سواء كان بالترقيع الجلدي أو بالشرائح الجلدية كل الكلام دوا ينطبق على مجال جراحات التجميل وبالتالي جراحات التجميل ده مجال واسع جدا فيه ناس فاكرة أنه هو مجال التجميل عبارة عن تجميل الأنف والأذن وفقط وشفط الدهون والكلم من ده لا هو مجال واسع قوي والناس لازم تتوجه للدكتور الصح عشان تاخد العلاج المزبوط من حاجات اللي هي انتشرت في الفترة الأخيرة هي جراحات التجميل اللي بدون جراحة وجراحات التجميل بدون جراحة هو وسيلة من وسائل التجميل اللي ما تحتاجش قضة عمليات وما بتحتاجش تخدير كلي وبالتالي عودة للعمل أو مماسة الحياة الطبيعية بتبقى في وقت قليل جدا بس مشكلتها غالبا أن هي بتبقى حلول مؤقتة مش دائمة بمعنى أن احنا بنحتاج بعد شوية أن احنا نعيدها مرة تانية زي مثلا حقن الدهون حقن الفيلر حقن البوتوكس كل الحاجات دي بتحتاج لإعادة الحقن مرة أخرى طيب إيه هي بقى التولز أو الآلات اللي الدكتور جراحة التجميل ممكن يستخدمها عشان يعمل عمليات التجميل بدون جراحة عندنا خمس أدوات أساسية بنقدر نشتغل بيها الفيلر والبوتوكس والليزر والألترا ساونت والثريدز نقولهم واحدة واحدة كده الفيلر ده عبارة عن مادة الهياليورونيك أسد الهياليورونيك أسد دي مادة طبيعية موجودة في طبقات الجلد العميقة بس هي بتتصنع بنفس المكونات بتاعتها كتصنيع خارجي وبيبتدي الدكتور بيحقنها في المناطق اللي فيها انخفاس في الجلد فبالتالي الجلد بيبتدي تنفخ زي مثلا الخطوط اللي حوالين الأنف الخطوط اللي حوالين العين الخطوط اللي في الرقبة الخطوط اللي في الجبهة المناطق اللي هي منخفضة بنبتدي نحقن فيها فيلر فتبتدي تتنفخ وترتفع للمستوى الطبيعي لسطح الجلد طيب دي أول مادة طيب المادة دي ممكن نستخدمها في إيه؟ في حالات تجميل الأنف تجميل الأنف بدون جراحة أو الناس يعني في بعض الناس بيقولوا عليها تجميل الأنف بالليزر دي ما بنحتاجش قدة عمليات فيها بيبقى مثلا فيه انخفاس في العظم بتاع الأنف أو فيه جزء عالي وجزء منخفض فبنبتدي نحقن الفيلر دوا في الأجزاء المنخفضة فتبتدي تعلى الناس بتفتكر ان الليزر معناها اننا هعمل بشعاع الليزر شعاع الليزر ده شعاع حرق فبالتالي مفيش حاجة اسمها تجميل الأنف بالليزر لكن هي الفكرة ان بدون جرحة خارجي أو مفيش جرح في الأنف فالناس المتدول عليها ان هي بتتقال جراحة الأنف بدور بالليزر هي لا هي جراحة الأنف بالفيلر أو بدون جراحة يعني الطول الثاني أو الأدوات الثانية اللي احنا بنستخدمها في جراحات لتجميل بدون جراحة هي البوتوكس البوتوكس دوا هي مادة اسمها بوتولينيام توكسين المادة دي من المواد السمة بمعنى آخر اللي هي بتوقف العضلات عن الحركة فبالتالي حقنها في العضلات بيخلي العضلات ترتخي أو ما تقومش بالحركة القوية بتاعتها بتستخدم في إيه؟ بتستخدم في إضعاف العضلات فبالتالي التجعيد المتحركة أو اللي بتظهر مع حركات الوجه زي الابتسام مثلا التجايد اللي بتطلع حوالين العين أو حوالين الفم أو في الجبهة مع الواحد يرفع حواجبه كده هو كل الحاجات دي العضلات دي بترتخي عن طريق حقن البوتوكس طيب هنيجي في منطقة الأنف ممكن نستخدمها البوتوكس دو أطبعا ممكن نستخدمه في ناس بتشتكي لما بتيجي تبتسم الأنف بتاعتها بتبقى عريضة من الجزء اللي عند الفتحات دي فبالتالي حقن البوتوكس في العضلات بيخلي منطقة العضلات بتاعت الأنف ما تخليش الأنف توسع أو تبقى عريضة في الشكل بتاعها فبالتالي البوتوكس هنا بقى ليه دور إن هو أداة من أدوات جراحات التجميل بدون جراحة في تجميل الأنف الأداة التالتة هي الخيوط الخيوط دي بتشبه الأوطار أو العضلات بتاعت الجسم هي عبارة عن إن إحنا بنحاول نحط سبورت أو مساعدات للعضلات الموجودة في الجسم نفسه بمعنى آخر في بعض الحالات بيبقى عندهم الودن خارجة للخارج يعني بارزة عن الرأس فبالتالي العضلة خلف الأذن ما بتبقاش ماسكة كويس في الغضروف فبتحتاج إن هي ترجع الورى شوية فبنحط السريتز دي عشان نشد الودن الورى دي أسلوب بدون جراحة ما بتحتاجش إن إحنا نحتاج قدرة عمليات ولا تخدير ولا الكلام ده كله فيه أسلوب تاني اللي هو شد الوش بالخيوط إن إحنا بنحط الخيوط دي تحت الجلد فدي بتدي تشد الجلد المتراهل وترفعه وتدي الشكل الجمالي بتاع الجلد طيب فيه ممكن تستخدم لإيه تاني السريتز ممكن تستخدم في رفع السادي في بعض الناس بيبقى عندهم تراهل في السادي بدون إن يكون حجم السادي نفسه كبير يعني الجلد بيبقى زايد لكن السادي نفسه مش متراهل دي ممكن نستخدم السريتز عشان نرفحها السريتز دي يعني الخيوط بنستخدمها عشان نشد بيها الأوطار بتاعت السادي ونرفعه في المنطقة الصحة بتاعته ممكن تستخدم في حاجات زي شد البطن برضو بتستخدم عشان شد الأجزاء البسيطة من التراهلات البطن كل الحاجات دي بتستخدم بدون جراحة بدون تخدير بدون أرض عمليات لكن نتائجها غير دائمة طيب إيه تاني ممكن يستخدم في جراحات التجميل بدون جراحة الليزر الليزر دا زي ما قلنا هو شعاع ضوء مكسف بيدينا حرارة عالية جداً وبالتالي بيأثر على الأنسجة بالاحتراق أو إن هي بتضمر في مكانها فبيعمل ندبات فبتدي تضمر الندبات دي وتشد مكان بتاعها يعني تخيل لو كيس بلاستيك إنت سخنته بالنار بيبتدي ينكمش عن مساحة بتاعته هو دا اللي بيحصل في الجلل لو أنت وجهت له شعاع الليزر هيبتدي ينكمش في الموضع بتاعه فممكن يستخدم في حالات الحبوب بعد الحبوب الشباب بيبقى فيه ندبات في الوشج فبالتالي لو استخدمنا الليزر في الندبات دي تبتدي الندبات دي بدل ما مساحاتها كبيرة تبتدي تنكمش فبالتالي الشكل بتاعها يبقى أحسن شوية هي مش هتختفي خالص طبعا لأن الندبات ما بتختفيش خالص هي بتتحسن في المساحة بتاعتها بدل ما هي مساحاتها كبيرة تبقى مساحاتها صغيرة فبالتالي ما تبقاش واضحة ممكن يستخدم كمان في عمليات شد الوجه شد الوجه بيبقى فيه جلد متراهل زيادة لو الجلد المتراهل دوا تم عمل سكوب فيه جنب بعضها كتير قوي كده هوا الندبات زغيرة جنب بعضها وابتدت الندبات دي تشد المساحة الكلية بتاعت الجلد المتراهل دي حتقل فبالتالي الجلد بينشد عن مرقه على الشكل الجديد بتاعه ممكن يستخدم الليزر في عمليات شد الجفون بدون جراحة برضو نفس الفكرة أنه هو المساحة الكبيرة بتاعت الجلد نبتدي نقللها عن طريق السخونة بتاعت الجلد فيه استخدامات تانية للليزر زي في الوحمات فيه إزالة الندبات القادمة زي ما قلنا بالسخونة بتاعته ببعض الأنسجة بتبقى قابليتها إن هي تمتص الضوء معين زي الدم مثلا بيمتص في الوحمات بيبتدي يمتص الضوء المعين دو يبتدي يسخن ويتحرق فالوحمة تبتدي تنكمش في المساحة بتاعتها في الوحمات الصبغية نفس الكلام بيبقى ضوء معين موجه للخلايا الصبغية تبتدي تنكمش في مكانها فالمساحة بتاعت الخلايا الصبغية تقل والوحمة تبتدي تقل شوية ما تختفيش تقل شوية مهم جدا ان احنا ما ننسقش وراء كلمة اخفاء الجرح او اخفاء ندبة مفيش حاجة اسمها اخفاء ندبة في طب التجميل طب التجميل هو طب تحسيني وليس اخفائي ممكن يتخفي عن طريق حاجات كوموفلاش زي مثلا لو واحد متعور في رشه مثلا يربي دقنه فيخب الجرح انما ما فيش لو واحد متعور في رشه ما فيش عملية جراحية ولا كريم ولا ليزر يخفيه هو هيقلل المساحة بتاعته فقط من الحاجات برضو اللي بتستخدم الالترا ساوند الالترا ساوند دوان عبارة عن موجات فوق وصوتية بتبتدي تعمل زبزبات الزبزبات دي بتخلي الخلايا بتتكسر وتبتدي تنكمش في المساحة بتاعتها مع الاستمرار التكسير دوان بيحصل تولد لبعض السخونة طيب ايه هو بقى الحاجة المشهورة قوي عن موضوع الالترا ساوند ده الفيزر كتير قوي استمعنا عن شفط الدهون بالفيزر والجيب لازمة الفيزر ده عبارة عن الالترا ساوند مش ليزر هو الالترا ساوند من السخونة بتاعته بيبتدي يكسر الخلايا الدهنية فالخلايا الدهنية تبتدي يبقى الدهن اللي فيها مسال فالدكتور التجميد يقدر يعمله شفط دهون لخارج الجسم طيب ايه فايدة الليزر فايدة الليزر ان هو بيشد 20% من الجلد طب بيشد الجلد ازاي؟ بيشده ما احنا قلنا هو بيولد شوية سخونة زي بتاعت الليزر بالزبط بس من تحت الجلد مش من سطح الجلد من فوق من تحت فبالتالي يبتدي الجلد ينكمش بمقدار 20% طب هل هو ممكن لو واحد عنده مثلا كرش وفيه طراهل كتير في الجلد الفيزر هينفعه؟ لا طبعا مش هينفعه لازم هنا هو نلجأ لعمليات جراحية زي شد التراهلات البطن لكن ما ينفعش الفيزر يستخدم في مثل هذه العمليات طيب هنتكلم على حاجة تانية خالص بقى غير موضوع عمليات التجميل بدون جراحة وهي عمليات التخسيس عشان نخس كويس لازم لنا نفهم ثلاث حاجات اول حاجة الاكل هناكل ايه وكميته قد ايه ونوعيته ايه تاني حاجة التخسيس اللي احنا عايزين نعمله ده هل هو تخسيس سريع ولا بطيء ولا انا واصل للوزن الطبيعي وعايز اعمل تثبيت للوزن واخر حاجة هي الرياضة هل الرياضة دي لازم اعمل رياضة عنيفة وارروح الجيم وامشي مسافات ولا ممكن رياضة خفيفة في البيت اعمل روبيكس بسيطة كده ولا ما اقدرش اعمل رياضة خالص وحقدر اخس بالطريقة دي بالنسبة للوجبات لازم تعتمد على نوع رجيم رجيم يعني نظام غذائي نوع رجيم او نظام غذائي معين لو انت عايز تخس او انت عايزة تخسي لازم نمشي على نظام غذائي معين بمعنى رجيم يعني نظام غذائي بمعنى كمية الوجبات والاوقات بتاعتها والكميات بتاعتها لازم تبقى منتظمة على حسب كمية الطاقة اللي انا حبزلها يعني ايه؟ يعني لو انا مثلا النهاردة نازل رايح الشغل وطلع السلالم وعدين نازل من السلالم ورايح على المشوارة تاني وهكذا يبقى انا حبزل طاقة كتيرة يبقى في اليوم دوا اقدر اكل على راحتي اللي انا عايزه بمعنى اخر لو انا بقى في اليوم التاني انا اجازة في البيت مش هنزل فهنا لا يبقى لازم كمية الاكل اللي انا حاكله يبقى ككمية اقل من الطبيعي عشان محصلش تراكم للدهون والكربايدريت في الجسم وبيحصل السمنة منها طيب كمية الاكل قد ايه؟ كمية الاكل تعتمد على وزنك في معادلة كده هوا هنبقى نقول عليها في الاخر ان شاء الله ديا بتعتمد على كمية الوجبة اللي انت بتاكلها بالنسبة للطاقة اللي انت محتاجها بالنسبة لوزنك التوازن دوا بيخليك ان انت تفضل محافظة على الوزن بمعنى كل الاكل اللي انت بتاخده بتبتدي تحرقه تبتدي يستفد منه فبالتالي ما فيش اي مخزون يبقى متراكم عندك في الجسم نوعية الاكل ايه؟ فيه انواع انظمة تغذية كتيرة جدا نزلت وانتشرت في الفترة الاخيرة تسمعوا عنها زي الكيتو دايت الدايت على حسب فصلة الدم وهكذا هنقولهم ان شاء الله في الاخر برضو دول على حسب نوع فصلة الدم مثلا نوع فصلة الدم لو انت فصلة دمك O يبقى انت تاكل البروتين كتير لو فصلة دمك A يبقى انت آل للبروتين هي دي دراسات تمت على اساس ان هما لأوا ان الناس اللي عندها فصلة دم O لو كانت بروتين كتير بتبتدي تخس في الوزن ولو فصلة الدم A خادت البروتين نفسه نفس الكميات بتاعت اللي خادتها فصلة دم O هيدخنوا فبالتالي الحر اللي بيحصل للبروتين مع فصيلة O أحسن من اللي بيحصل مع فصيلة A B و A B ما لهمش نظام غزائي معحدد يعني سيهمنا اللي فصيلة دمه O وفصيلة دمه A طيب المكونات بتاعة الأكل إيه إحنا عارفين أن مكونات الأكل الأسسية هي البروتين والدهون والنشويات أو الكارباريدريت والفيتامينات والمعادن كمية الكارباريدريت والدهون دياً هي اللي بتحدد إحنا هندخن قد إيه أو هيترقم في جسمنا قد إيه سي مثلاً أن أنت لو خدت كمية من الكارباريدريت أكتر من المطلوبة في اليوم بتاعك فبالتالي كمية منها هتبتدي تتحول إلى دهون وتتحول إلى مخازن الدهون وتترقم في الجسم الدهون نفس الكلام حتتكسر في الهضم وتبتدي تترقم في الدم وعدين تترقم في الجسم كل دوان هيزود السمنة فبالتالي لازم يبقى فيه توازن بين المكونات بتاعة الأكل اللي أنت بتاكلها عشان ما يحصلش ترقم للزيادات في الجسم البروتين عادةً بيتحول لطاقة سريعة وعضلات فبالتالي ما بيأثرش قوي في كمية التخن أو السمنة اللي بتحصل من النتيجة النقطة التانية بعد الأكل هي أنا هخص بسرعة ولا هخص ببطء وححفظ على الوزن ولا لا ومعانا اتصال إن شاء الله تفضل علي أيها السلام عليكم عليكم السلام تفضلي حديثك حديثك تتسلم عن اللي حماد دلوقت أيوة زرقة دي يعني صبغية لونها أزرق يعني صبغية وحمة صبغية اسمها لأ حضرتك احنا قلنا لها علاج بس لازم عشان بس المفهوم العام بتاع الناس بتبقى فاهمة إن الوحمات حتختفي تماما والنذبات حتختفي تماما بالليزر لأ هو بيتحسن بمعنى اللون الأزرق دوا حيبقى فاتح قوي قريب من لون الجلد لكنه حيبقى فيه شادو بتاعه موجود لسه مهما استخدم جلسات ليزر لازم حيبقى شوية جزء من الوحمة بقى ظهر شوية من الجسم ماينفعش تختفي تماما مية في المية كأنها جلد طبيعي واجه؟ شكرا لاتصالك يا فن نرجع للكلام اللي احنا كنا بنقوله على موضوع التخسيس التخسيس ده ينفع سيبقى سريع ولا يبقى بطيء ووجد ان التخسيس السريع فيه مشكلة جامدة جدا منه ليه؟ لانه بيحصل معاه تراهل في الجلد طف لو انت مثلا مجبلة على الزواج مثلا وعايزة تخسي في فترة قصيرة شهر شهرين مثلا ومش عايزة يحصل التراهل في الجلد ده هنعمل ايه؟ هنلبس كروسية الكروسية بيخلي الجلد ما يتراهلش لتحت يبتدي يتشد الجوه يتشد الجوه يعني ما يحصلوش تراهل فبالتالي اي حد عايز يعمل تخسيس سريع لازم يلبس كروسية طب لو انا هعمل تخسيس تدريجي بمعنى ان انا في خلال ستة شهر او سنة هبتدي انقص الوزن واوصل للوزن الميسالي بتاعي هنا هو لا احنا ممكن نستغنى عن الكروسية ونستخدم مكانه الكريمات المرطبة او الملينة للجلد فيه انواع كتير اوي في الصيدليات موجودة دي بتخلي الجلد يبتدي يستعيد الليونة بتاعته تدريجيا وبالتالي ما يحصلوش تراهل ومع اضافة ليه كمان لو انت بقى عايز تزود نسبة الجلد ما يحصلوش تراهل ممكن نضيف ليه ان احنا نلبس الكروسية الكروسية مفيد جدا لبعد مع عمليات انقص الوزن ليه لانما بيمنع الجلد ان هو يتراهل تحت الجلد ده بيبقى الجلد بيبقى ماسك في العضلات عن طريق اوطار من الداخل في الدهون وفي اوطار بينهم الاوطار دي مع الوقت بيحصلوها مع الجاذبية كده وان بيحصلوها تمدد لو في كرسي دايس على الجلد من بره الاوطار دي ما بيحصلوهاش التمدد ده وان وبالتالي مع الدهون ما بتخس الاوطار دي بتنكمش للداخل ما بتحصلوهاش التراهل اللي بيحصل مع الدهون مع الخساسين طيب لو انا هعمل تخسيس سريع لازم ابقى لابس كروسية لو انا هعمل تخسيس تدريجي يبقى محتاج ان انا اعمل كريمات مرطبة وممكن اضافة لي ان انا احط كروسية عشان اقلل التراهل قد مادة طيب افتع بعد التخسيس فيه شوية دهون بتبقى عنيدة بمعنى ايه مهما عملت عملية عملت انقاس وزد او رجيم بيبقى شوية دهون ما بترضاش ان هي تختفي هنا لازم حنلجأ لجراحات التجميل كشفت دهون للدهون العنيدة دي دي بتبقى دهون سطحية ما بتوشي الا لو الانسان دخل في مجاعة بقى اتفضلي حضر معانا اتصال اتفضلي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله لو سمحت انا بشرة اسم حضرت البودرة اهلا وسهلا بحضرتك يا فاني اهلا بحضرتك بقول لحضرتك انا عندي تحت دقني كده حسنة كبيرة هل دي تعتبر وحمة ولا تقبلش ما كانش عندي قبلي كده لا هي مش وحمة حضرتك الحسنات دي بتبقى تكتلات للخلايا السبغية ودي ما بتتعليكش بالليزة دي لازم تتشل جراحيا وبعد ما نشيلها بالجراحة ممكن لو مكانها يبقى فيه ندبة بسيطة كده هوا بنبتدي نعمل لها ليزة عشان نقللها قد ما نقدر بس لازم حيسيب مكانها نقطة حمرة يعني هي لو مساحتها دايرة اه لا مش مشكلة بس هي مدايقاني انها كبيرة شوية ده ما فيش مشكلة ان شاء الله نشيلها لحضرتك ما فيش مشاكل ان شاء الله شكرا يا فاندي مع الاتصال نجع تاني ونقول الموضوع التخسيس انقاص الوزن بقى الحاجة التالتة في الوزن هي التثبيت الوزن تثبيت الوزن عبارة عن ان انا كمية الطاقة اللي انا باخدها لازم تتوازن مع كمية المجهود اللي انا ببزله التوازن دوا هيخلي ان ما يبقاش فيه تخزين للدهون في الجسم وبالتالي التوازن دوا هيحفظ على الوزن المثالي للجسم فبالتالي انا حبتدي بانقاص الوزن سواء سريعا او تدريجيا وحلبس كروسيه وما وصل للوزن المثالي حبتدي احفظ على كمية الوجبات بالنسبة للمجهود اللي انا ببزله فبالتالي يبقى فيه حفاظ على الوزن طبعا هنتقل للنقطة التانية اللي هي الرياضة اعمل انهي نوع من انواع الرياضة اعمل من غير رياضة خالص ولا برياضة خفيفة ولا برياضة عنيفة اروح الجم واشيل حديد والكلام ده كله نشيل حديد والرياضة عنيفة دي دي لبناء العضلات مش لانقاص الوزن يعني اللي هو بيقول انا اروح الجم عشان اشيل حديد عشان اناقص وزني ده مفهوم خطأ مفيش حاجة اسمها كده لازم ان انا انقص وزني برياضة الخفيفة زي المشي زي الجري طبعا احسن نياضة لتخسيس او انقاص الوزن او التخسيس هي المشي ليه لان طول ما انت ماشي انت عمال تحرق في الدهون واللستورج الحاجات المتخزينة في الجسم من الدهون من الكاربوريدريت والحاجات دي كلها طول ما انت ماشي انت بتحرق فيها ومعنا اتصال تفضلي حديدك واستاذ عادل اتفضل ساعتك كيفانا عايبا دفتور السلام عليكم عايبا سلام عليكم دفتور عليكم السلام احسن نياضة لاللون التلفونة باش اللي ايه حديدك العيادة فاندي طب حديدك سيب رقمت للكنترول وهم هيددول حديدك ان شاء الله شكرا يا فاندي نرجع نقول تاني ان الرياضة العنيفة ما بتفتش في انقاص الوزن انما الرياضة البسيطة او الخفيفة زي المشي او الجري الخفيفة على الجريا ده بيخلي الوزن ينقص تدريجيا طيب لو انا بقى عندي مشكلة في ركبي مثلا ما بقدر شاجري او عندي مشكلة ان وزني زايد بس زايد قوي فانا مش قادر امشي اساسا ما اتحركش كتير هنا هو هنلجأ لحاجة ربنا سبحانه وتعالى قال عليها سوموا تصحوا الصيام لفترات طويلة الصيام لفترات طويلة بيخلي فيه حرق اكتر من الطاقة المبزولة وبالتالي التخسيس يحصل او انقاص الوزن يحصل فانقاص الوزن ممكن يتم برياضة خفيفة او بالصيام لفترات طويلة طب ايه احسن وقت للصيام احسن وقت للصيام الوقت اللي انت بتريح فيه يعني ايه الوقت اللي انت نايم فيه عشان كده احنا بنقول ان الصيام ما بين الساعة سبعة بالليل لحد الساعة سبعة الصبح ده احسن وقت للصيام يعني لو انت عايز تخلي الوزن بتاعك ينقص بسرعة وبدون ان يبقى فيه ترهولات في الجسم هو احسن وقت هو الصيام من الساعة سبعة بالليل لحد الساعة سبعة الصبح لفايدتين اول حاجة ان انت بتبقى نايم في اغلب الوقت في الوقت دوا فبالتالي مفيش مجهود بتبسله فبالتالي كل الحرق حيبقى من أجل إنقاص الوزن تاني حاجة إنت نايم فبالتالي إنت معوض فكرة الكروسير اللي إحنا قلنا عليها اللي ما يحصلش تراهل في الجلد فالنوم دوًا بيخلي الجلد ينكمش في مكانه بدون إن يحصل له تراهل من الجاذبية الأرضية بعد كده هنتكلم على الأهداف بقى اللي إحنا قلنا عليها من إنقاص الوزن من ضمن الأهداف كمان علاج بعض الأمراض زي أمراض السكر في بعض الناس لما بتبقى وزنها زايد بيبقى السكر عالي في الجسم عندها شوية ونسبة الإنسولين بتبقى مندفعة شوية فبالتالي إنقاص الوزن هنا بيفيدها إن هي توصل لدرجات من السكر يبقى مسترد سكر في الدم بتاعها معتدل وبالتالي ما يقدرش العيان يبتدي نسبة الإنسولين في الدم تتحسن ونسبة السكر في الدم بتتحسن مع إنقاص الوزن في أمراض تانية زي أمراض القلب أمراض القلب من الحاجات اللي بتخلي السمنة مؤثرة على أمراض القلب إن كمية الاندفاع بتاع الدم عشان القلب يغطي الجسم كله في حالات السمنة بيبقى حملة زيادة على القلب فبالتالي إنقاص الوزن هنا هيأثر على القلب بالتحسن بتاعه وبيقدر القلب بيبتدي يقدر يدفع الدم للمنطقة كلها بتاعت الجسم ضغط الدم برضو من الأمراض اللي بتتعالج بتتعالج عن طريق إنقاص السمنة إحنا عرفين إن في الدول الأوروبية عندهم نسبة السمنة عالية جداً وبالتالي نسبة ضغط الدم عندهم عالية لما بيلاقوا في الدراسات لما بيحصل إنقاص للوزن الضغط بيتحسن يعني لو حد ضغطه عالي مع إنقاص الوزن بيحصل له تحسن في نسبة ضربات القلب وفي نفس الوقت الضغط الدم بيبتدي يوصل للمعدلات الطبيعية طيب نيجي نقول بقى حاجة مهمة جداً والناس كلها بتتكلم عليها وهو موضوع الكيد ومعنا تتصوى لتفضل حضرتك السلام عليكم طيب شكراً الكيتو دايت يعني إيه كلمة كيتو دايت كيتوزز هي مرحلة من مراحل اللي بيحصل فيها حرق للدهون أكتر من المستوى الطبيعي للجسم الناس فاكرة إن دوان هو الناس بكتير قوي خسط عليه على فكرة بس هو غير صحي تماماً ليه بقى؟ لأن انت بتدخل الجسم المعدل الطبيعي للحرق إن فيه كرباهيدريت بتتحرق أو نشويات بتتحرق وفيه دهون بتتحرق والتوازن بين الحرق دا ودوا هو اللي بيديك الطاقة بتاعتك بطريقة أو الأيضة بتاع الجسم بيبقى منتظم انت بتحاول تقلل الكرباهيدريت في الجسم جداً أو النشويات في الجسم جداً وبالتالي الجسم بيعتمد على توليد الطاقة من الدهون فقط التوليد الطاقة من الدهون فقط ديًا بتدخل الجسم في حاجة اسمها كيتوزيز كيتوزيز هي عبارة عن مرحلة من مراحل المجاعة فبالتالي انت بتدخل الجسم فيه بتغير له النظام الطبيعي بتاع الجسمه هو انت بتخس آه بس نوع الطاقة المستحدثة أو المتكونة هي طاقة مش اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها فبالتالي بيجي لك حاجة اسمها كيتو فلو كيتو فلو ديًا وهي عبارة عن هي نفس أعراض الأنفلوانزة يعني الناس الكتير قوي اللي عملت كيتو دايت ديًا بيجي لها كيتو فلو بتحس بها مدان وسخونة وفديجي يعني مش قادرة تبزل طاقة كويسة كل الكلام دا لأن انت دخلت في محلقة اسمها كيتوز أو مجاعة اتفضل أستاذ أحمد معنا اتصال السلام عليكم وزيك يا دكتور عاملاء وعليكم السلام عليكم وزيك يا طلابك وإهلا وسهلا بحضرتك لو سمحتك يا دكتور عايز أستصر أنا وشي فيه أصار حبوب وفيه حفر وكنت عايز الحل لأن أنا استعملت وشي حضرتك فيه إيه يا ما اسمعتش كويس حضرتك فيه أصار حبوب أصار حبوب تمام وفيه حفر أو مسامات مفتوحة كده تمام سن حضرتك قد إيه أنا حضرتك 26 سنة 26 سنة تمام ولون بشط حضرتك إيه يعني جمحاوي كده احنا أصدقائي عندنا الكشرة الجمحوية تمام طيب بصوا حضرتك نقصت في الوزن في الفترة الأخيرة دي لا هو أنا وزني يعني مضبوط يعني وزني حلو ما عندش أي مشاكل في الوزن زيادة أو ناقص أنا بتكلم البشرة البشرة فيها أصار الحبوب تمام ومسام مفتوحة كده ودهون بيدعاية تخلص من كل ده فإيه الحل؟ بص الحل بيبقى حاجة من الاتنين لو الحجاية دي ظهرت لك بعد ما نقصت في الوزن أو خسيت شوية التجعيد بتبان أو الأصار الندبات دي بتبان فبالحل بيبقى في الفترة دي أن أنت تزيد في الوزن تاني لكن لو أنت وزنك مضبوط أساسا بس أنت عندك مشكلة أن بشرتك أمحاوية شوية الليزر ما بيستخدمش البشرة الأمحاوية بأرياحية لأنه ممكن يسيب ندبات غمقة شوية فأنت بتعمل دلاسات ليزر محددة بتبتدي الندبات اللي هي الواسعة قوي بتبتدي تقل في حجمها لكن مش هتختفي لازم نتأكد تماماً أن الأصار مش هتختفي 100% هيحصل تحسن بنسبة 80-70% فقط ماشي يا دكتور ماشي تحتمك أهلا وسهلا بحاجة من الحاجات المهمة برضو أن موضوع حبوب الشباب ما بيتعليكش قبل سن 25 سنة لأن الحد سن 25 سنة المفروض الشباب اللي عندهم حبوب بيستخدموا حاجات مؤقتة طبعاً فيه اللي هو بيقلل الشوكولاتات والدهون في الأكل وبيبزل طاقة أكتر شوية جارية أو كلام من ده وبنفس الوقت بيستخدم حاجات موضوعية على الحبوب النشطة فقط بعد سن 25 سنة بنقدر أن احنا نعمل عمليات اللي هي الليزر عشان عدد الشكل العام بتاع الندبات بتاعت الجلد يعني نجعل موضوع الكيتو دايت مرة تانية ومعنا اتصال تفضل حددك أهلا وسهلا بحاجاتك وزني تسعين كيلو الايه؟ وزني تسعين كيلو وانا كان عنده غرم في الغردة اللقامية اه وآه جيتني بقى تسعين كيلو دوات وانا مش عارف عاملات انا عنده الهرمونات ديها دا وما بخلفش لديه سبع سنين عشان الهرمونات دي وانا وزني تسعين كيلو ما بقدرش مش اما بقدرش اشتغل خان طمام انا مش حدث عاملات حدث حدثك حالا دلوقتي تعمل ايه؟ بص حضرتك دلوقتي عندك مشكلة في الغدة النخامية الغدة النخامية طبعا هي الغدة الدراقية اكتر من الغدة النخامية هي اللي بتبقى فيها كسل وبالتالي بيحصل السمنة دي للأسف الحالات اللي زي كده ما بيبقاش لي حل اكتر من الجراحة في انقاص الوزن بشوية شفط دهون حاجة بسيطة قوي مش هتنقاص الوزن تخلص لان شفط الدهون مش عاملية انقاص وزن ولكن للدهون العنيدة انت وزنك تسعين يعني ممكن توصل مثلا لخمسة وتمانين تمانين كيلو بسي وبكده هتبقى متحسن وتقدر تتحرك شوية لكن ان انت تعمل رجيم او كلام من ده انا ما نصحكش بيه قوي لان ان انت مش هتخس لان المشكلة مش في الوزن الزايد المشكلة المشكلة عندك في الغدة الدراقية نفسها هي اللي فيها كسل في الهرمونات اتفضل معنا اتصال السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام احنا طلب بركاته انا اسمي عبدالسلام عندي 18 سنة كنت عايزة اسأل حضرتك على حبوب الشباب وكده تمام دي ايه حلة عشان بتطلع لي كتير في وشي وضايقني تمام هقول لحضرتك حالا دلوقتي تمام اوكي شكرا لاتصالك زي ما قلنا يا حبوب الشباب قبل سن 25 سنة ماينفعش اعمل لها اي تدخلات جراحية سواء بالليزر بالحقن بالكلام ده كله ماينفعش اتدخل فيها هنشرها زيادة طب اعمل ايه اعالج الحبوب النشطة لحد ما ليوصل لسن 25 سنة وفي حاجات بتبقى اضافية ممكن احطها مثلا فيه صابونة فيه صابونة نابولس شاهين بتاعت زمان قوي دي اللي هي فيها امونيا دي دي لو غسلت بيها وشك بتبتلي تفتح المسام بتخلي نسبة ان يحصل الحبوب قليلة جدا مع بعض الكريمات اللي بتتحط عشان تنشف البشرة شوية فبالتالي البشرة الدهنية بالذات هي اللي بيحصل فيها الحبوب دي تبتدي تنشف والمسام بتبتدي تفتح فما يحصلش تجمعات للدهون تحت الجل والحبوب تقل لقد ما تقدر وبالتالي ما يحصلش ان هي تطرق ندبات طيب الندبات اللي حصلت الندبات اللي حصلت قبل كده حنتظر ان احنا نستنى لحد سن 25 سنة ونبتدي من بعدها نبتدي نعمل حاجات التداخلات التجميلية سواء بالليزة او بالحقن زي ما قلنا والكلام ده كله هي تكون وفاة الاجابة للهستاذ والان مع فصل قصير ونلقاكم بعد الفصل ان شاء الله السلام عليكم واجعنا لكم تاني بعد الفصل اللهم اتقبل منا الصلاة والصيام ان شاء الله النهار ده كل سنة من طيبين اول يوم زو الحجة جلنا اتصال اثناء الفاصل الادان اه استاذ وليد كان بيسأل على موضوع نحت القوام او ازهار العضلات بتاعت الجسم عن طريق نحت القوام ايه الفكرة بتاعت الموضوع الفكرة ان انت عندك طبقة جلد وطبقة العضلات وبينهم طبقة دهون طبقة الدهون دي دكتور جراحة التجميل يقدر يعمل فيها نحت بمعنى ان انا ما شيلش الدهون كلها ما بخليش الجلد يلزق في العضلات على طول بشيل جزء من الدهون واسيب جزء تاني فببتدي ارسم شكل العضلات هي فيها ميزة وعيب ميزة ان شكل السيكس باكس وعضلات الصد وعضلات الزراع والحاجات دي بتبقى بينة جدا عبها ان انا اه ومعنى اتصال بشمهونة احمد Talk to bills السلام عليكم عليكم السلام وحمد الله وبركاتك اه المهونة احمد هي ما اجل اللذي في خلالة تكف في يدي من الظاهر مصر الظاهر تكف يعني بوعب وإني كده بتطرع ايوا اللي على الج يعني في الدهون kil Tar angles من الظاهر وكده في بوعب وإني كده ربنا يديك الصحة بشمهونة احمد بس الفكرة ان البوع عاديا بتظهر نتيجة للتعارض للشمس مع تقدم العمر وهي العلاج بتاعها بيبقى عبارة عن ان احنا بنعمل لها جلسات ليزر بس بتتحسن فقط برضو مش بتختفي تماما لازم نبقى منتفقين على كلمة تحسن وليس اخفاء شكرا لاتصال حدثة كافية نجع تاني موضوع السيكس باكس دي مستو ان الدهون بتفضل موجودة بس بتبقى شكلها شكل العضلات بمعنى ان انا ببقى واقف على البحر او الكلام من ده مرسوم السيكس باكس موجودة في الجسم لكن العضلات مش مشدودة ده الميزة بتاعته عيبه ان هي بعد فترة من الوقت بتبتدي تظهر الدهون دي تترقم تاني في المناطق اللي انا عملت لها شفط وبتبتدي تظهر في المناطق دي المرة تانية فبتحتاج اعادة بعد فترة من الوقت احنا قلنا اي حاجة غير جراحية بتحتاج لفترة من الوقت وبنحتاج ان احنا نعيدها مرة تانية نجح لموضوع الكيتو دايت تاني قبل ما نخطب اتصال ان شاء الله مع الاستاذ مؤمن تفضل اهلا باشي اهلا بيك والله معي البت يا دكتور الجسم باكله محمل كده الايه من السمع كويس البات ايوة عندها تسعة شهور عندها كم تسعة شهور تسعة شهور اه وجلدها كله محبب الجسم كده تفصه محمل كده زي الحمونيل ما انت بشخاص اهو بتقوله زي الحمونيل انتو بمنطرة فيها دموس كتير لا والله يا فندي طيب ايه محتاجة دكتور جلدية بدا من محتاجة بدا من الجلد بتاعها محبب كده هوا دي ما بتبقى شجاح التكبيل ده بيبقى حاجة في الجلد بيبقى محتاج دكتور جلدية شكرا لاتصالك يا فندي اهم حاجة عندنا في اهلا بستوزة نوها اتفضلي بصي هو المفروض كان اول ما بتولدي حضرتك لازم ساعتها كنت تعملي تمارين البطن بتاعت الضغط عشان تشد عضارة البطن لكن كن ان حضرتك عديتي فترة من الوقت وما عملتيش التمارين ديا هيحصل تراهل في الجدار البط فبالتالي ما ليش حل اكتر من عمليات اصلاح الجدار البطن اللي هي عمليات شد تراهل البطن عشان نبقى متفقين ما حدش يقولك فيه جهاز بيشد عضلات البطن او كلام ده عضلات البطن بده مرتخط او بعدت عن بعض لازم في الحل الوحيد بتاعها اللي ارجحها مكانها هي الجراحة وخياطة مكانها شكرا لاتصال حضرتك يا فندي مهم قوي ان احنا كل دكتور يشتغل في المجال بتاعه ما نخليش التخصصات متدخلة مع بعض يعني انا الاستاذ اللي كلمني على بنته قلت لروح لدكتور جلدية ماينفعش ان انا افتي وقعد اقول له اخدوا علاجات كذا وبتاع الجلدية ماينفعش ان افتي برضو في موضوع الحروق لازم يوديه لدكتور جراحة تجميل وابتاع الأسنان مايفتيش في موضوع جراحات الوجه والفكين لازم يوديها لدكتور جراحة تجميل كل واحد ليه تخصص بتاعه لازم الدكاترة تتخصص بحسب التخصص بتاعها عشان تدي أحسن نتيجة مع العينين من حيث الخدمة ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته